تساؤلات جديدة تطرح حول ملف ما يعرف بشركة فاغنر الروسية وهي شركة أمنية خاصة تضم مقاتلين روس غير نظاميين يعملون بنظام التعاقد في عدد من دور العالم لسيما الشرق الأوسط أولى التساؤلات رشحت بعدما أورد موقع جرائم روسيا تقريرا كشف بمجيبه عن مشاهدة إحدى الطائرات المرتبطة بشركة فاغنر تهبط في العاصمة اللبنانية بيروت وبشكل دوري فلماذا هبطت الطائرة التي تحمل رقم الذيل انذيتو والمملكة لرجل الأعمال الروسي الشهير يفغيني بريغوجين مؤسس شركة فاغنر في بيروت وإلى أين كانت وجهتها التالية وماذا كانت تحمل علامة نها أيضا يثار تساؤل قديم جديد إن صح التعبير عن سر رصد تلك الطائرة منذ شهر كانون الأول ديسمبر عام 2016 إحدى وعشرين مرة فوق أراضي سوريا وثمانية وعشرين مرة فوق أراضي دول إفريقية ولماذا دائما ما يظهر رجل الأعمال يفغيني بريغوجين أو إحدى طائراته الخاصة في دول تشهد اضطرابات التساؤلات السابقة لها ما يبررها على ضوء ورود عشرات التقارير التي تتحدث عن دوري باغنر المشبوه في عدد من الدول فعلى سبيل المثال طرح موقع جرائم روسيا تساؤلا عن سر مشاهدة طائرة ان فيتو بشكل شبه دوري في عدد من الدول العربية والتي كان منها لبنان يضاف إلى ذلك محاولة تبرير رحلة طائرة ان فيتو المكوكية بهدف إبرام معاهدات معينة مع حكومات تلك الدول فعلى سبيل المثال تفترض الشركة أن بعض رحلاتها إلى سوريا كان بسبب توقيع اتفاقيات مع الحكومة السورية حول حماية واستغلال أبر النفط والغاز في تلك الدولة من دون أن تتطرق إلى قوات فاغنر وضمن هذا السياق كشفت وكالة الأمن الأوكرانية اعتراضها بيانات مسافرين بجوازات سفر مزورة ممنوحة لمرتزاقة فاغنر مؤكدة وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية أن نحو 40% من تلك القوات هم مجرمون أدين بجرائم سابقة وبالمحصلة يبقى لغز فاغنر قيد البحث والاستقصاء خصوصا أنه لا دليل يربط بين طائرة رجل الأعمال الروسي ذات الذيل ان فيتو بفاغنر ولا تعترف كذلك روسيا في الأساس بوجود ما يعرف بشركة فاغنر الأمنية